حضرتك يا أستاذ زيزو كان فيه فيديو لحسن بربر في بيت كريش كان ظاهره في المراية يعني حسن بربر عيت بالدموع السلام على جو الصعبانيات السلام على جو الصعبانيات والكلام الهري اللي بيتقال على المغامرين أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في مجتمع زيزو لو أنت مش متابعنا على أي صفحة من صفحة التواصل الاجتماعي زي انستجرام زي فيسبوك زي الموقع الرسمي الخاص بنا مثلا متابعنا بداية اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين بفكركم كمان بدعم الخير السلام عليكم معكم محمود هذا الفيديو برعاية يو ان اتش سي ار منظمة تبرعية للاجئين في المخيمات لو انت بمقدورك تتبرع اتبرع لهم حتى لو بخمسة دولار حتى لو بعاشرة دولار وان شاء الله خير لو انت حابت تتبرع لأي شخص ده برضو خير الرابط هسيبه لكم تحت في الوصف وفي اول تعليق ياريت اللي بمقدوره ويتبرع يتبرع لهم وجزاكم الله كل خير يلا نبدأ الفيديو تبرع بالمبلغ اللي انت عاوزه تبرع حتى لو بمبلغ صغير او مبلغ كبير المهم تتبرع للمنظمة ديت وان شاء الله يعمل خير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاسم ولا ادوان واتقوا الله ان الله شديد العقاق صدق الله العظيم نبدأ الفيديو مجتمع زيزو اهلا وسهلا بكم وفيديو ديت يا جماعة الخير اهلا وسهلا بكم وان شاء الله هنرد على كل استفساراتكم وكل مسائلكم وان شاء الله نرد على كميع التعليقات في الفيديو ده والفيديوهات الماضية خلينا نبدأ كده بالمغامر حسن بقضع وهو قال ايه في اخر فيديو انا نشرته في القناة لو كلكم لاحظته هو قال ايه بالظامر بداية كده الناس اللي عملت اقول مع حسن بربر صادق ومفيش منه خلينا اورديك فيديو صغير كده وعشان تعرف هو صادق ولا لا يا دبينار روح نشوف بسم الله الرحمن الرحيم عود في صوت في صوت الون في حد هون شوفوا جماعة القناع اللي لبسوا في احد مغامراته شخص كده معين كان معاه والقناع ده بيتباع بخمسة وعشرين دولار على تحديد ودلوقت تلاتين دولار او اقر كان لابسوا احد اليوتيوبر وهو راح يشتراه وعشان يعمل بيه مغامرة ويحبكها كويس ان هو لابس اه عمل لابس عباية سودا ومركب مقبر سود عشان يعمل اصارة اكتر للمغامرة فابراكا حلوة وان شاء الله كده تكون فابراكا كده وضحت قدامكم نيجي بقى لتاني حاجة قدامكم دلوقتي فابراكا شخص كان بيدعى عليه ان هو وساعة حيرة الجبل وهو شخص متنكر وبانت حتة من دماغه يعني بانت كده جزء من دماغه يعني اظن كده الفابراكا التانية واضحة نيجي لتالت نقطة تالت نقطة ويه رفيفة رفيفة ولي اتكلمنا عنها كتير حاجة بيمر منها الخيط خلينا اقول لك مسلا حتة نحاس اللي هي بتتحط في الحيطة عشان يعني بيقول لك نوع من انواع السناء ده وكده البيوت الاديمة كان بيتعامل برضو فيها نفس الحركات وهجيب لكم برضو لقطات من الفيديو ده الحاجة اللي انا بقولها دي انا مش عارف اسمها على وجه التحديد لكن هي دي وجميع الخيوط اللي بتمر بنفس النقاط دي بتمر من فوق خلينا اوريكم دلوقتي في الفيديو في مغامرة رفيفة اذا كلمة باسم الله بس بتحل الموضوع خلينا اقول بقى على المتابعين الجوداد بقى لوزاز دول رفيفة هي نفس الشخص اللي هو بيعمل سحرات الجبل وايضا بيعمل راجل العجوز اللي كان في البيت ده والقناع اللي احنا عارفينه والخيوط اللي بتتشد من وراه يعني ده امر سهل جدا مفيش اسهل منه ان انت تعمل مغامرة في ساعتين وتعملها في معرفش وفي احد الفيديوهات برضو هاعرضها لكم عن الخروف اللي كان في العربية ويعني ديت حاجة كمان من الادلة اللي هو حسن باربر مفابرك الوقت اللي في العربية ويعني هوريكم الفيديو دلوقتي ماذا الوقت الآن؟ 1.11 am حسنا؟ 1.11 am دعونا نرى ما سيحدث الآن 1.11 am حسنا؟ 1.11 am نذكر الساعة 1.11 am ماذا الوقت الآن؟ 1.11 am بسم الله الرحمن الرحيم يا حسن حسنا؟ 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 تعلم بشكل صVE هذه هنا겐، يعني أنه افرادته 산فقين هيا؟ حسنا؟ لادس لأعت Löونا عنها 턱اذين سعري؟ حسنا؟ بحل حسنا؟ 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 يا أدوباك لسه موصلنا دقيقتين نحاول نقر الساعة ونشوف كمسي الساعة بالستاع الآن سوف أحاول أن أحاول داشبورد ورؤية ماهو الوقت إنه ترى؟ ما هي الوقت؟ الوقت الآن هو 1.51 تذكر؟ أنها كان 1.11 تذكر يا أخوان كانت ساعة واحدة و هداعية الشيسي صارت واحدة و 51 قديش 40 دقيقة خلينا نحكي خمس دقائق من هون و من هون 35 دقيقة هاي هي الوقت اللي كانت كافي لأحمد الحنيطي بشان يطلع بر السيارة يفرفر يشرب له كاسة شاي بتقوله حسن الشجاع وحسن مش عارف شو حسن المغوار هاي أخوان كله دجل بدجل ما تغير ما تحول بلحظة هاي كان معه 40 دقيقة بشان يغير تمام؟ وضحات هيجة هاي اوضح من هيجة عبثي الساعة واحدة و 50 هاي 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 عزيز المتابع الاماكن دي كلها بتبقى موجود فيها ناس اللي بيروحها المغامر حسن بربر ويكون فيها ناس بيكون حواليهم ناس هنا ولا هنا بيكون حواليهم ناس بمعنى صح ما بيروحوش مكان كده والسلام الدوريات اللي بتعدي بيكون يعني مسألة خطيرة جدا على المغامرين كده حللنا الموضوع خلينا نحول بأقصى سرعة على رفيفة واللي الناس كلها بتقول لك رفيفة وازاي بقى حللت كل الموضوع وايوة المغامر ده مفابرك لما انت معتقب المغامر ده مفابرك يعني هتيجي على رفيفة اللي هو اسخف من السخافة المغامرة اسخف من السخافة وتفه جدا لما انت مقتنع بالكلام ده كله جاي على رفيفة مش هتقتنع يعني سحب الخيط والبيت المجهز بقيوت اللي هو شد الحبل وكلام الفارغ ده اللي بيحصل والتهابت البتاع على ظهره وكلمة بسم الله في مكان مهجور بتحل الموضوع ومفيش كلمة بعدها مفيش كلمة تتقال بعدها ان هي تحل الموضوع كلمة بسم الله بتطلع كده بتحل الموضوع يعني بيقول كلام كتير عشان بقى يحس المشاهد اللي هو مدرع كل الكلام الفارغ اللي هو اللي عمله قبل كده ده مفيش حد هيبصه له هيبص الرفيفة رفيفة اللي هو اسخف من السخافة الكلام اللي اسخف من السخافة وايضا مغامرة الطفل الجن والجن الرحمن كله ده حامل زي رفيفة يا جماعة انت هو بس بيلبسها بقى انتهى الموضوع انتهى الموضوع جدا من جميع الفبرك يجي لك المغامر حسن بربربا وعاز يتشاهر على حساب ابو فلا عاز يتشاهر على حسابه ازاي بقى عمل يقول يا جماعة وهو بس مباشر على احد المنصات بس مباشر بيقولك البس مباشر لايف ده لو طلع فلوس هيتطلع للجمعية اللي عملها ابو فلا والف كلمة كمان انا هجيبها لكم يعني انا ما بقولش كلام عندي كلام ده موجود موجود عليه يعني لقطات كده في القناة وقال كمان اللي تبرع ما يتبرعش تاني اللايف هاد بالذات شو بيجي دعم عليه ان شاء الله راح يروح نصو اخوان دعم لاخونا او الموقع اللي نشر ابو فلا اليوم حتى اليوم عملت المغامرة وحطيت الرابط الدعم تبع ابو فلا اليوم اخلع الموافك بقى واذا انتو تبرع تقوله ما هاد يدعم اخوان عادي طب ليه ليه ما تبرعش تاني ليه يعني عستطع الخير ليه ده اول هام ليه انت عستطع الخير طب ابو فلا دلوقت هو تبرع هتقوله ما تبرعش تاني هو حر يعني ايجي لك امر استفزاز يعني مش طبيعي والله امر مش طبيعي يجي لك بقى اخوه احمد الاحناطي ويشكك بقى في الموضوع ويقولك لا ما تتكلمش على اخويه بهذا الحوار ما تتكلمش على صحبي صديقي انت بيقوله فبراكة بقى اللي بيحبك الموضوع اوي صاحبه لما يكون صاحبه كده في نفس الموضوع وهو متورط معاه في نفس الموضوع بتكلمش على صحبه من نفس الموضوع انت مش عارب هاهو كان بيعاني عديه وبيعاني في ايه فبراكة وعمل ضحك عن الناس وعمل عمل حاجات كتير انت عايز اكتر من كده وانت كمان يعني لما تقول لك سحر وما سحر في اماكن بتواجد فيها الناس انت لحد الان وانا بطلع ادور ملجيت سحر امر مش طبيعي برضو يا كده يعني انت دلوقات داخل هتبقى زي المشعوزين خليك كده لايك عمل زي المغامر سباع الليل اه يبقى هو مشعوز وعمل برضو زي اللي بيدعم المشعوزين بيقول لك اي حد بيحضر سحر زي المغامر فزع الشمري اه كان بيقول اي حد بيدعم السحر او اه بيحضر سحر انا موافق معه ومتفق معه يحضر ويعمل ويعمل كل حاجة ويعمل كمان اللي دخل في الموضوع حديثا زي المغامر ابراهيم السلطي اه دخل وحضر بيقول لك حضر ملوك ملك ملوك معرفش مين ويعني كماعة كلهم داخلين على مستوى في الحديد فانت لما تصدق ده او تصدق ده او تصدق ده اه يعني انت عقلك فين انا عارف ان انت بتفرج على المجال ده بقرد الاكشن اللي بيحصل فيه هم عايزين الاكشن ده يطلعون من حتة تانية اه سواء بقى على التلفزيون او غيرها غير من القناوات واللي وضح الامور اكتر احد المشايخ اتنين قناة قاعدين مع بعض وقالوا نفس الكلام وقالوا المغامرين دول اه يعني بيخلفوا كلام وبيعملوا كلام بيكرهوا ناس يعني اتفرج على الفيديو حضرتك والفيديو ده منشرو اكتر من فيديو في القناة وحبيت انشروه اكتر لان الفيديو ده عايز عايزوا يحصل على جمهرية اكتر اه فيديو اللي المشايخ لتكلموا عن المغامرين يعني جماعة الخير كده يعني بالعقل العقل يعني ربنا يهديك والى هنا انتهى الفيديو الخاص بينا ولو عجبك الفيديو يعني علاقات المحبة كده بقى خلي الفيديو ده علاقات المحبة والعقل في الفيديو اشتركوا بالقناة وفعل الجرس وعايزين يعني متابعين كل سكرين يعني كده والناس اللي ما تبعزناش على الانستجرام رابط الانستجرام هتلاقوه تحت في الوصف ورابط اولا خالص رابط الدعم رابط الدعم هتلاقوه دعم اللاجئون اه في المخيمات هتلاقوه في الوصف اول حاجة هتلاقوها كمان في التعليقات يدعموا الناس بما استطعتم اش اقول لك بقى ادعموا بعشرة ولا عشرين بما استطعت السلام عليكم اشوفكم في فيديو جديد باذن الله ودال على الخير كفاعل ان شاء الله بيكون امر مفرغ منه على المتابعين وان شاء الله كل الناس تفهم فيديو ده وانا بتتكلم عن ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البس يالله يا الهي يا الهي 990 يارج وتكفى انا لي قاعدة بث ساعة واربع سنز يوم كامل واربع ساعات ارجوك هذي اطول مئة الف دخلتها بحياتي مئة الف دخلتها في البث الا المئة الف حقتا اللي بالليل انا كنا نايمين وانا ما في احد بالبث ارجوك طولنا والله انهي ارجوك بانها ابي اطرح وانا تكفى ارجوك خلاص خلاص انا عارف لبصرنا مليون انا عارف انا احس لبصرنا مليون بس الموقع ببعلك تكفى انهي خلاص ارجوك انا تعبت ربي خلاص ربي خلاص مو ربي كنا نعرف انهي خلاص ارجوك بانها انا ارجوك انا عارف احسابا انا عارف احسابا 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 اشتركوا في القناة